احنا عايشين في حد الوقت دي الى شهر شعبان شعبان تتشعب فيه الخيرات اللي عايز يتصدق يلا اللي عايز يصوم يكثر من الصيام يلا كان النبي بيصوم في شعبان بس ما يصوموش كله ليه يا رسول الله بتصوم في شعبان ليه بتكثر من الطاعات في شعبان الذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب و رمضان بيبقى فيه غفلة فيه فطور فطور في الطاعة كده و شهر ترفع فيه الاعمال الى الله فاحب ان يرفع عملي و انا صائم هتورق ابيضة كده و اكتب كيف ترفع اعمالي الى الله هترفع اعمالي الى الله و انا كسول و انا ما بتقنش عملي و انا بستحل المال العام و انا بسيء الجوار و انا بسيء لأهلي هترفع اعمالك الى الله ازاي و انا و دود و انا بأصل الرحم و انا بعمل بر الوالدين و انا بأتصدق و انا بذكر ربنا سبحانه و تعالى هترفع الاعمال الى الله ازاي اده رقم واحد انت فشارش عمان دلوقتي بترفع فيه الاعمال الى الله حلك شكله ايه بطل اختنا الكريمة اللي شايفانا دلوقتي اعمالك هترفع الى الله ازاي و انت مقصرة في حق نفسك و انت مقصرة في بيتك لا سمح الله مش حضرتك طبعا انا بتكلم عن وحدة مش معنا عيشة في المريخ فبوجلها رسالة يعني ازاي كيف ترفع الاعمال الى الله عز وجل و احنا في على اي حال و احنا حلنا شكل ايه طب النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يحب يصوم لانه لما سئل عن افضل الاعمال قال عليك بالصوم فانه لا عدل له اي لا مثيل له لانه كل عمل ابن ادم له الا الصيام كل عمل ابن ادم له الا الصيام ربنا اقول فانه لي و انا اجزي به يترك طعامه و شرابه يعني ربنا بقول العبدي بيجوع نفسه بيحرم نفسه من الاكل و الشرب و الشهوة لاجلي